خلي بالك أنه يخسر أول مباراة في البطولة ده شيء مش سهل أنه أنت ترجع بعد أول مباراة من البطولة عشان تاخد كاس العالم صحيح ده عمل زهني وعمل سيكولوجي مش قليل عمل كبير جدا يعني فاللي حصل بقى الإجابة على السؤال بتاعك الآخر عشر دقايق والشوط الثالث والربع والشوط البديء الإضافية الإضافية الأرجنتين بعد ما وصلت 2-0 بدأ التعرفة الأمريكية الجنوبية والبرازيل والإسمات اللي هي عندنا إحنا كمان أن أول ما تستريح وتحسن المباراة خلصت تبدأ تبقى شوي بقى شوية يعمل هنا يعمل هنا والدليل على كده أنه المدرب نفسه استريح للنتيجة وطلع ديمارية يعني هو لما لعمت ديمارية كانت المفاجأة ولما طلع ديمارية كانت المفاجأة كانت المفاجأة الأكبر صحيح لأنه أنت دلوقتي أنت كده بتقول أنا كده أخوك استكفيت بالإتنين والإتنين دول هيتكسبون الماتش صحيح فالموضوع ده تقلب عليه بإذن الخطأ اللي حصل بتاع ضربة الجزاء الأولانية خلاص دخلت مبابيه في الجيم ودخلت فرنسا في الجيم خلاص بقى اتنين واحد والدنيا قربت وفاد العشر دقايق يلا بينا فبدأت العشر دقايق دول منه على النحية التانية والنقيد الأرجنتين بدأت تقلق وتخاف وتكش وبدأت تنحسر قدام التمنتاشر صحيح علشان تحافظ على آخر عشر دقايق بالنسبة لهم يطلعوا اتنين واحد إلا أني مبابيه ما هواش لعب صغير وما هواش لعب قليل لعب عالي جدا الحركات المفاجأة بتاعته والدريبلينج بتاعه سريع جدا والتغيرات سريعة جدا صعب أن أنت تمسكه صعب فحصلت التفرة وحصل الفهم النطج الكبير جدا لعب عنده 23 سنة وبيعب بقاله 4 سنين 5 سنين 3 سنة درابة جزاء في موتش واحد أنت متخيل لا أنا اللي يعني اللي بهرني أكتر طريقة تفكيره يا إسلام مش سهل أبدا ومش عادي أبدا أن أنت قابل الجول التاني حركة رقابته عشان يدي الوان وياخد التو يعني أي حد تاني هيطلع عشان يقفها بسيدره عشان يعمل كنترولينج عشان يقبضي الحركة لا ده عمل أنه هيستلم الكرة وحعملها بدماغه بسرعة وعمل الترني وان رح واخد التو ما استناش وإكبر كنت تلعب أو أكبر زميله يعني إن نعمل له التو وما استناش يعني التو جايله عالية واحد تاني برضو ممكن يستلم ويروح على الجول عشان يضمن لأنه عنده ثقة في قدراته خدها فيروس تايم بالوضع ده مش أي حد يفكر التفكير ده في الوقت ده مش أي حد لازم يكون عالي جدا زهنيا وعنده ثقة بدرجة مليون في المية لا وفي الوقت لايه؟ في نهاية المباراة المفروض ذهنيا بالزبط 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 والخوف ده آخر كرة ممكن تبقى موجودة وآخر فرصة بالنسبالي يجيب بيها الماتش يتخلص بيها يتخلص بيها الماتش ده اللي حصل ممكن اللي زميله اللي نزل في الكرة اللي شاطها وصدها التصدي الأسطوري اللي أنا بقول هو ده سبب فوزي الأرجنطين بكاسعال